صباح الخير مرة تانية والتحية لكل الناس اللي انضمت لمتابعة تبقية فقرات صباحات سودانية وصلنا لفقرة ملف الصباح وموضوعنا عن اليوم هنتكلم عن أطفال التوحد والدمجة الاتماعي في المدارس سعيدين جداً يكون معي داخل الاستيديو دكتورة أمال يوسف والدة طفلة توحد وناشطة اجتماعية وطبيبة أسنان صباح الخير عليك صباح المرة عليك وعلى المشاهدين جميعاً مرحبك بداية نبدأ سريعة عن التوحد طيب التوحد هو اضطراب نمائي بمعنى انه بيظهر خلال مراحل نمو الطفل وهو ما مرض يعني بمعنى انه مرض عنده علاج وانما اضطراب التوحد ده مشكلته بصيب ثلاثة محاول رئيسية اللي هي التواصل الاتماعي ومهارات التخيل واللغة تواصل الاتماعي انه الطفل بيكون ما قادر يتواصل مع حتى افراد الاسرة والمجتمع بصورة عامة التخيل مهارة التخيل دائماً نحن نرقل انه الاطفال بيلعبوا ومسا نمسك الطيارة بيلعبيها كأنها هي طيارة وكذا فهو بيكون فاقد للمهارة دي انه يتخيل الحاجة او يلعبيها بشكل غير اللي هي الشكل فيه الحاجة طبعاً مهمة جداً في المنظومة التعليمية او الطريقة التعليمية الحاجة الثانية اللغة نلقى انه عندهم تأخر كتير جداً في اللغة اما غير ناطقين او ناطقين كلمات بسيطة او بيستخدموها بصورة خاطئة الحاجة الثانية انه في حيات كتير جداً يعني علامات بتظهر على الطفل من بدري انه بيكون فيه صعوبة في التواصل البصري بيكون فيه مشي على اطراف الاصابع حركات نمطية انه قرفرف يدينه بيمشي يرسل الحاجات على شكل واحد المهم انه الحركة النمطية دي انه هي اي سلوك الطفل بيكون بيعملوا وبيكرروا بشكل راتب من غير اي هدف واضح الحاجة الثانية انه هو بنزعجوا من الاصوات العالية بنزعجوا من الزحمة بنزعجوا من الأضواء بعضهم بيكون عندهم مشاكل حسية بمعنى انه بيضايقوا من انواع معينة من الأطعمة التكستير تعتها أو الملمس الملابس كذلك اللين عزال اللين طوائية بيكون عندهم حاجة اسمها التانتروم أو نوبات الغضب دي ممكن يكون فيه مهيجات معينة لها زي ما ذكرنا قبل شوية الزحمة طيب يا دكتور الحاجة دي ممكن مكتسبة أكتر يعني هي احنا لحد الآن ما في حاجة واضحة سبب واضح له كده لكن هي عموما بتظهر خلال فترات نمو الطفل يعني يعني بتظهر عادتها من الطفل اللي من خلص السنة الثانية إلى سنة الثالثة بتكون القصة بتتوضح خالص يعني بيكون الطفل ماشي كويس بيبدأ يفقد بعض المهارات لتعلمه أو من الأساس من السنة الثانية من الأولى الثاني بيكون فيه مهارات عادة مفوضة تسبة فتكون ما موجودة طيب مفهوم الدمج عايزين نعرف أهدافه وهو شه طيب الدمج معنى أنه أو إنكلوجين أنه إحنا بندخل حاجة في حاجة تانية طيب عندنا أطفال التوحد الديل هما نختلفين من باقي الأطفال ونحتاج أنه ندمجهم أو ندخلهم في المجتمع اللي هو فتكون الدمج تقديم الخدمات التربوية للأطفال التوحد في البيئة المدرسية العادية مع الأطفال في نفس الفئة العمرية وكمان في أماكن تانية ممكن يحصل تعديل للمنهج عشان يوائم قدرات ومهارات ذوي لعاقة بالنسبة لنا أهداف الدمج أنه أول حاجة أنه المهارات الحياتية للأطفال التوحد يحصل لها تطور أشيء تاني منزيد الثقة في النفس بتاعتهم لما ندخل أطفال التوحد في المجتمع الحاجة دي بتخليهم جاهزين للتعامل مع الحياة كبالغين الحاجة التانية بتكسر حاجز التمييز بين الأطفال بتقلل الوصمة لأنه الناس ما سامع عن توحد ما عرفه وشنو متخيل عندهم خيالات وأفكار ثانية عنهم لكن لما نشوفهم حديد شوية شوية ببدو يتعودوا عليها بالتالي ما حيكون في تمييز الناس أرى أطفال كده حيتعودوا على وجود أطفال التوحد وأهم حاجة أنه لما وجود أطفال التوحد بصورة مستمرة وزيادة ده بيخلي المجتمع قادر أنه يميز الحالات الجديدة لأطفال التوحد في عمر مبكر ده بساعدنا نسهل أنه النتائج بتاعت التدخل وبكر تكون مفعال أكتر طيب أنواع الدمج والفرق بين كل نوع على التالي طيب هو الدمج عنده أنواع كثيرة فيه زماني ومكاني وكذا لكن عموما تعرفين عليه المكاني هو تحديداً المكان هندمجه وين وكيف المكان هندمجه إما جزئياً إما كلياً جزئياً ديبعاً لأنه كل أطفال التوحد بيكون عندهم مراكز بتاع التأهيد بتابعوا فيها مع خصائيين فبيكون جزء من يومه في المركز وجزء من يومه أو من خرط في المدرسة في أجزاء محددة يعني حصص محددة أو حصص محددة معينة كده الدمجة الكلية أنه هو بيكون قاعد في المدرسة بصفة دائمة بعد ذلك هنا بتختلف حسب المدرسة حسب المجتمع يعني في مجتمعات بيكون في فصل واحد لأطفال التوحد في مجتمعات بتكون الفصل العادي بيدخلوا معه الطفل التوحد وكذا بعد ذلك دي حسب التحديد الأخصائي ومحدد أنه هو الطفل ده جاهز للدمج الكامل ولا دمجه جزئي فقط طيب متين بيكون هو جاهز للدمج مع المجتمع؟ طيب الطفل بيكون إحنا دائما مفروض ما نستعجل للدمج يعني دائما الناس للأسف الأهالي والحيالي أنا كنت منهم إنه الفكرة بتاعتنا إنه لا الطفل ده لازم يخش المدرسة لازم يقرأ لازم إنه يكون معا ما يفوتوا بقطار التعليمي إحنا مفروض نعرف حاجة أنه طفلا ده مختلف بالتالي إحنا ما نكسر رقبته لحاجة هو يمكن ما جاهز لها فلما ندخله في وقت بدري الحاجة ممكن تدي نتيجة عكسية الطفل بيكون جاهز للدمج لما يكون المهارات الأساسية اللي بيحتاج لها في المدرسة اللي هي التواصل الاتماعي والمهارة بتاعت إنه بيفهم الإجسادات وبيطبقها دي هي هنا المرحلة إحنا نقدر نقول الطفل جاهز يعني نكون في المدرسة في المركز بنجهزه لنزيد المهارات اللي نجاهز لإنه يركز ينتبه ويتبع الشرات والتعليمات وكده أما إذا حصل تشخيص مبكر ما قبل ثلاثة سنوات وبدأ التأهيل بدري فالحاجة نمكن تخليه جاهز للسنة الطبيعي للمدرسة اللي عمر ستة سنوات اللي هو العادي لكن غير كده ما لم يكون الطفل منضبط بصورة معينة ما بيكون جاهز بالدمج طيب سلبيات وإيجابيات الدمج طيب إيجابيات الدمج أنه أهم حاجة أنه الطفل بيطبق الحياة اللي يتعلمها وإحنا في النهاية أي حاجة في الحياة نتعلمها هي مهارة والمهارة محتاجة ممارسة فحيطبق المهارات اللي يتعلمها في المركز اللي هي أهم حاجة فيها التواصل الاتماعي حيكون صداقات حيزيد ثقة بنفسه حيكون عنده تحصيل أكاديمي الحاجة الثانية أنه ببساطة حيبدأ ينخرط في المجتمع وحنجهزوا أنه يكون يتعامل مع المجتمع يكون جاهز لأنه يتعامل مع المجتمع كبالغ أما السلبيات بتكون أنه ممكن يتعرض التنمر الحاجة دي للأسف موجودة وكثيرة وحمودي ولدي كان ومازال يعاني منا لكن هسي شوي شوي القصة دي بدأت تقل التنمر بتعرض له لحاجات كثيرة جدا منها أنه البيئة المدرسية أو الأطفال الأقرارهم ببساطة هما ما عارفين هو شايف أنه مختلف وما عارفين تعامل معه فممكن أن يحصل التنمر الحاجة الثانية التنمر ده ممكن أدي لعزلة أو إنعزال للطفل لأنه ببساطة الناس تنمر عليه وحاسب الرفض الحاجة التادة أنه ممكن يحصل انتكاسات شوية في المهارات بتاعته لي لأنه خرج من بيئة عادية اللي هو محدودة كانت البيت والمركز فهي دخل لبيئة جديدة فممكن يحصل شوية انتكاسات ممكن تحصل مشاكل زي التبول لا إرادي نوبات غضب يعني حياة الكثيرة كان بيعملها كويسة يبدأ يفقدها لكن ده ممكن بالدعم النفسي من الأسرة ومن المعالج النفسي وأيضا وجود كوادر تعليمية مؤهلة بيقدرون أنه تخطى الحتة دي طيب فوائد الدمج للأسرة ولمجتمع بصورة عامة يعني طيب الدمج عم بيدي فوائد على مستويات كثيرة جدا أولا لأطفال التواحد زي ما ذكرنا قبل أنه هما بيطبقوا مهارتهم اللي يتعلموها بنجهزهم ودي أنا هم حاجة عندي أنا بشوف أنه ما مهم أنه يتعلم ما مهم أنه يكون أينشتاين المهم أنه هو يكون فض قادر يكون مستقل بذاته عن أمه وأبوه والمعالج الحاجة دي ما بيتحقظ ما لم يتم دمجه في المجتمع وفي المدرسة دي الحاجة بعد ذلك أنه بتزيد ثقة بنفسه بكون صداقات بيقدر أنه يكون قادر يعيش أقرب ما يكون للطبيعي بالنسبة لأسرة الأطفال التواحد لما يتم دمجه هم شوية بيقل للعب الرعاية لأنه حيكون على الأقل في جزء من اليوم الطفل ده بيمشي بياخد تعليم بياخد رعاية بياخد كده فهم شوية بيقدروا يشوموا نفسهم بيقدروا يشحنوا طاقة يواصلوا بنفس الوقت بيقلل لهم الهم والخوف على مستقبل الطفل المهندة قاعد ينخرط بالمجتمع إن شاء الله هيتعلم هيبقى كويس فشوية شوية الحاجة دي بتقفف عليهم وبيتخلي تديهم دافع أنهم يعتنوا بيهوا زيادة بالنسبة للأطفال العاديين بيتعلموا ثقافة الاختلاف بيتعلموا أنه فيه إحنا ما كلنا بنشبه بعض فيه ناس مختلفين فيه ناس بياختلاف وأنه بيحتاجوا مننا مساعدة بيحتاجوا مننا تعاطف وتعلم كيف نتعامل بإنسانية بالنسبة للأسر الأطفال العاديين بتساعدهم الحيدي على زرع القيم الإنسانية في أطفالهم لما نشوفوا ذوي إعاقة أفراد مختلفين بيعلموهم كيف أنه التكاتف والتراحم والحياة الكثيرة القيم اللي ديننا حتى عليها في نفس الوقت أطفال الأسر عاديين ممكن يدوا دعم لأطفال الأسر أطفال التوحد ودي الحاجة المهمة وبتكلم عنها كثير أنه أنت ممكن ما تكون قادر تساعده تحديداً في أنه يعمل شنو يومياً لكن مجرد أنك تدو كلمة طيبة تحسس أنه الحاجة دي أنه أنت متقبل طفله متقبل حالته في الحتة دي أنا ممكن أذكر أنه أنا حالياً مقيمة بريطانيا ولدي في الصرف ثالث فمشت معاه يوم كان أول رحلة فطالب أنه أنا كم موجودة عساس أنه أقلل القلق أنا مش أساعدهم هم ساعدوني من أصغر طفل لحد أكبر زول في المدرسة لحد أهالي الأطفال الأطفال كانوا بيجي بيقول لي أنه إحنا بنحبه حمودي ظل لطيف أنا علمته كده ودي بيقول لي أنا علمته كده أطفال الأهالي أسرع أهالي الأطفال كانوا بيقول لي أنه إحنا شايفينه أولادنا بيحكو لين عنه وكل يوم في العشب نتكلم عنه كيف ممكن نساعد حمودي وكده فده النموذج اللي أنا بتمنى إن شاء الله أنه يتوجد في مجتمعنا طيب شروط النجاح يعني شروط نجاح الدمج أيو شروط نجاح الدمج أول حاجة أنه الطفل يكون فعلا جاهز للدمج ما نستعجل له وزي ما ذكرناها قبل شوي أنه الحياة بتخليه جاهز الحاجة الثانية تهيئة البيئة المدرسية بداية من الكوادر التعليمية وأطفال الأقران وأسرهم الثلاثة المحاور دي لازم تكون متقبلة الفكرة وتكون جاهزة لها يعني أنا لما ألاقي أسجل الطفل في مدرسة طفلي عادي مفروض إدارة المدرسة تبلغ أولياء الأمور أنه إحنا مدرسة تقبل الدمج يعني حيكون عندنا حالات من ذوي الإعاقة عندهم واحد اثنين ثلاثة أربعة يكونوا عارفين الحاجة دي في فصل حيكون فيه أطفال إعاقة يتم تعليم الأطفال العاديين حيكون عندنا كده الطفل ده حالته كده يعني عنده كده ببساطة يشرح له بالتفصيل وهم يلعنده شنوء وكيف ممكن هما يتعاملوا معه فدي الحاجة بالنسبة له شروط النجاح الدمج طيب خطوات البرنامج وبرامج لعداد الدمج كيف تكون هي برامج إنه ببساطة زي يعني بنعلم الطفل كيف إنه هو يكون قادر يخش الفصل يعني ببساطة بنخده يتحبي به والحاجة أيوة وبنعلمه يعني إحنا الفصل زي الطفل بخش بيعمل شنو فصل بيقعد الأستاذ بيجي بيقول سلام عليكم بيقوموا بيقعدوا مفروض يطلب يرفع يده عشان يجاوب طلبوا من حاجة يعملوا كده فدي احنا بنخلق له بيئة مشابه لمدرسة في البيت أو على مستوياته في البيت وفي مع المركز الخصائي في البيت إنه مثلا كمثال يعني أنا ممكن أديها مثال البسيط إنه في البيت كنت أجيب لحمودي سبورة ويقعد معاه كرسيين بقعد معاه كأن أنا طالب وبنرسم أخته بترسم حاجاته كده فمنتعامل فمننخلق بيئة تفصل بعد شوية أنا بزيح منه وبأخذ دور المدرسة بيكون جنب وستل بديه أوامر هو مفرط التبعاء ده طبعا بالتوافق مع المركز بيطبق الأوامر دي أعمل كده بعد شوية بزيح منه مسافة بعيدة فبتقمص دور المعلمة وهو بديه حاجات يعمله وكده طيب الحاجة دي كيف إنه ممكن تنجح في البيئة المدرسية يلا في البيئة المدرسية في عامل مهم جدا اسمه أستاذ الظل أو شادو تيتشر شادو تيتشر ده هو مهمة إنه زي الظل إنه حيكون لصيق بالطفل بيحرص على إنه بيكون لصيق بالطفل بيحرص على إنه الطفل يطبق الإرشادات التي تتقال ليهو بيكون حارس على إنه الطفل يكون متابع لأي حاجة بتتقال في الفصل وكمان إنه أستاذ الظل مهمته إنه الطفل يكون يحافظ على تركيزه قدر الإمكان في الفصل في نفس الوقت إنه هو ما يتشتت يعني لا يتأذي ولا يأذي نفسه فهذه أهم عامل من عوامل نجاح طيب العوامل الثاني يعني العوامل الثاني ذكرناها قبل شوية إنه هو تهيئة الأقران الأسر المناخ وجود كوادر مهيئة أو مدربة يكونوا عارفين طيب دكتورة بعد المرات يعني ممكن الطفل ذاته يعني ممكن ما بحب المدرسة أو ما بحب حتى البيت بيكون اللي هو ما بتواجد في مثلاً بيت صاحبه أو كده يكون مع صاحبه أو كده طيب الحاجة دي ممكن يكون عندها تأثير أو تأثير مستقبلي إنه الزلدان ما يحب الحاجتين دي حتى لو أنت تلقى إنك صعوبة يعني في إنك أنت لازم ترغيمه على إنه يحب مثلاً مدرسة عشان يتعلم يحب البيت عشان أهله هو أنا بالنسبة لي قناعتي الكبيرة إنه أنا بالنسبة لي أهم حاجة إنه الطفل دي يكون قادر يكون مستقل ذاتياً هو كبالغ بعد ذاك سواء درس أو ما درس دي بالنسبة لي أنا مهمة شديدة لأنه مهمة المهارات إنه ببساطة الطفل ده هسي حالياً تحت رعاية أمه أو أبوه أو الخصائي طيب حيصى المرحلة الأم يعني في النهاية ما قاعد يدعو عمري كله فبالنسبة لي منظومة تعليمية مهمة فقط إنه يعني دلح الكورنرستون بالنسبة لي إنه هو يكون قادر بس يتعامل مع المجتمع بعد ذاك يتعلم دي ما مشكلة كبيرة ما نقف عليها رفض مفروض يكون في أماكن تاني لاستيعاب وزي مثلاً يعني لما نصر العمر معايا مشوا يتعلموا حرفة يتعلموا حاجات أيوة بخصوص لي حاجة بحبها حاجة بحبها أيوة بالضبط كده عشان كده بعد ذاك دي تقييمة راجعة للخصائي إنه هو رافض منظومة تعليمية تمامية رافض وجوده في المدرسة بعد ذاك اللي بيقوموا بيعدروا في البرنامج بالنسبة للدمج حيكون جزئي حيكون طريقته كيف أو كده يعني طيب رسالة أخيرة ممكن توجيهية لأولاً للأسر والمجتمع والمدارس وحتى الدكاترة الرسالة اللي يزول منه طيب للأسرة طيب بداية للأسرة أول حاجة زي ما بقول دائماً أول ما تلاحظ على طفلك حاجة مختلفة أقيف ما تقول عادي ما نسحي يقول لك طفلك تأخر لا عادي نازل كلمت حصيت حاجة مختلفة أمشي لذوي الاختصاص أضرق الأبواب الصحيحة دي بداية حاجة الثانية ما تسمع الكلام زي ما بقوله سمح الغنى في خشمس إذا تسمع الكلام من الخصائي ومن الطبيب المعارج المختص هو اللي بيقول لك أنه نحيدي صح خطأ لا عادي لا ما عادي إنه أيوة الصبر الإرادة الصبر الإرادة يعني أنا بقول لهم إنه ما في مستحيل تحت الشمس لكن محتاج إحنا نعمل نسعى الحاجة الثانية إنه إحنا ما نضغط الطفل ونحمله زي ما إنت قلت قبل شوية ما نكسر رقبته نحن نحب الحاجة أيوة إحنا بس زي ما قلت نحاول نخليه مستقيل قدر الإمكان الحاجة اللي قدر عليها قدر ما نجتهدنا قدر عليها خلاص ما قدر عليها نحاول نتقبل حال الطفلة مده ده بالنسبة للأسر طيب حنزي كأم 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 زي المتابعين عندي متابعة كثير إنه أهم الرسالة إنه تحب طفلة تتقبله زي ما هو زي ما هو أيوة ما تحس ما تتعيش في حالة اليأسى أو الإحباس أو السخط أو النكران ده حياة كلها مشاعر للأسف بتخليها معيقة لأنه طفلة هدا يتطور أو كده بدأ تأزيه هي نفسياً وفي نفس الوقت إنه هي قدر الإمكان ما تقنع من طفلها يعني ما فيها حاجة مستحيلة يعني أنا قبل أربع سنين حمودي ده ما كان بتكلم ولا كلمة هس الليلة ما شاء الله تبارك الله تبارك الله تكلم بجليزي تركي وعربي فأنا قبل أربع سنين لو فزول جاء لي إنه حاجة ممكن تحصل ما كنت أحصدق ولكن الحمد لله الحمد لله نشكرك جزيلا شكرا دكتورة أمال يوسف والدة طفل توحد وناشطاء اتماعية وطبيبة أسنان على كل المعلومات القدمتية علينا شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم